بسم الله الرحمة 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 فانا نشير عجب ده منها نجيب القلم ده ده واحد من اقدم وابسط الموديلز اللي في المشيل لارنينج وستيل واحد من اقوى الموديلز في الحياة العملية يعني موديل فيريوسفل يعني وزي بقولنا فيه تحس كده ان فيه علاقة عكسية في المجال ده بين درجة التعقيد يعني تحس ان الموديل يبقى بسيط يشتغل ويكسر الدنيا حيث الموديل يبقى ملعبك اوه مليان ماث حتى النخاع تلاقيه تقريبا مش موجود في السوق ففيه علاقة عكسية شوائی في السوق ده في الحوار ده برضو قلنا قبل كده ان حوالي عشرة في المية من اللي هتتعلمه في العالم بتاع المشيل لارنينج بيمثل تسعين في المية او اكتر من اللي هتشوفه في السوق وتسعين في المية من اللي هتتعلمه بالماث متاعه في المشيل لارنينج يكاد يكون في حدود الخمسة العشرة في المية في يعني. ويمكن دي من افكار ده الكورس ده ان احنا ان احنا عايزين نبقى هنا. الناس تتعلم ده كويس وتركز عليهمها. وتنزل السوق. وخلال الخمس سنين الجايين من عمرهم يبدأ ييه? يكافر بقية الحاجات دي يعني. قلنا بكده في المقدمة اللي احنا عندنا شوية حاجات. قلنا شوية ترمات كده. ونضبناها كلمة سوبرفايزد لرنينج. وسوبرفايزد لرنينج دي مفادام ان احنا عندنا ماشين لرنينج موديل. الموديل ده احنا هنديله الامبوت وهنديله الاوبوت. وهو بيتعلم نوع من العلاقات او بين الامبوت والاوبوت ده. خلاص? يعني هنديله صورة فيها القطة واقوله ان دي قطة. فهو هيتصرف ويشوف انه يتعلمه في الصورة عشان يعرف ان دي ايه? السوبرفايزد لرنينج كميكانيزم هو تقريبا اللي بيكونترول السوق حتى او من هذا. يعني الغالبات كسيحة من الساكسس اللي انت بتشوفه في السوق بتعتمد على السوبرفايزد موديل ده. بيعتمد على وجود السيجنل بتاعة الاوبوت دي. حتى ان السلفي سوبرفايزد والان سوبرفايزد كدير منهم لسه بيعتمد على الحتة دي. وعشان كده بقول لكم كل الزكاء الاصطناعي اللي انتو شايفينه في السوق ما زال بيعتمد على نفس الافكار بتاعة التلاتين سنة اللي فاتهم. ازاي تتعلم العلاقة ما بين الام وتلاوت. طيب. في النوع ده من العلاقات فيه اتنين يوس كيسيز مهمين جدا. واحدة اسمها آآ ريجريشن والتانية اسمها كلاسيفيكيشن. الريجريشن ده زي ما قولنا قبل كده ان الفاليو اللي احنا عايزين نعمل لها بريديكشن عبارة عن رييل فاليو اوض. اي مسلا لما كنت بتحاول تبريديكت السعر بتاع شقة معينة. او بتبريديكت معينة. خلص. وده اللي احنا هنركز عليه الجزء الاول من الكورس. النوع التاني اللي هو الكلاسيفيكيشن وده اللي او بتعباره عن يعني بقول لك ده كات دي قطة ده سياسة ده مش عارف ايه. وده هنركز عليه بعدين. الكلاسيفيكيشن اصعب من الريجريشن. وده السبب اللي الناس ده ما بتبدأ اشارح بالريجريشن. آآ اي اسئلة هنا انا احنا كنا عارفين الكلام ده وده. اتفادي احباد. بسي دكتور لو انا عندي كيسة ان صورة حد لابس هدوم وعايزة اي اسئلة بتاعه بتاع هدومه ده. ده اعتبر كلاسيفيكيشن وده ريجريشن؟ كلاسيفيكيشن. آآ يعني دي ما تعتبر تعتبر تسكريت. تعتبر تسكريت كده؟ تسكريت صح ده مش الصيزة يبارك من تسكريت. ولو بتعبار عن ايه. الاود بوت مثلا هيقول مثلا مقاس مثلا سمول ورقم. المفروض الطبيعي بيبقى كده بس مش هيبقى كلمة بس. يعني اديني رقم اديني رقم كده؟ تلاتين واربعين مثلا 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 السمول مثلا فرنجة مسلا من كذا لكذا. ده 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 كلاسيفيكيشن. ده كده اعتبر كلاسيفيكيشن. احنا ممكن بها الفضل. عادة صعبة تعمله للدجري نفسها. يعني تخيال ان احنا سنعمل حاجة زي الصور مثلا. هديك صورة واحدة وتقول لي دي سنها كان. فغالبا صعب انك تقول هي الست دي اربعين سنة ولا واحد واربعين صح? ولا اتين واربعين. ارقام دي متفاعة صح? فاللي بنعمله ان احنا بنعمله مرنجات. يعني مثلا هي اول اول جروب عنده يقول انها عمرها مثلا من واحد لخمس سنين. تاني جروب يقول انه عمرها من ستة لاتناشر. تالت جروب مثلا يقول انها من تلاتاشر لاشرين. فاهم الفكرة? فاهمت. علشان يبقى عشان don't get confused يعني. احنا ممكن by the end of the كورس ان يبقى عندنا الملكة. ان احنا نطلع ده او ده شيء برضو بالليرنج كيرو وعلى مده طويل. هنشوف. شكرا.